اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم أولا حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وما هو النزل القراء وما هو القراء الإكرام الذي يقدم للضيف والإنسان الراحل من الدنيا القادم على الله هو قادم على دار جديدة فأنت تسأل الله له أن يكرم نزله وضيافته أول قدومه على ربه قال ووسع مدخله يعني القبر واغسله بالماء والثلج والبرد وحرارة المعاصي يناسبها الغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه طبعا الميت في الجنة له أهل في حرعين وهناك ولدان مخلدون يطوفون عليه وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ الْنَّارِ الدعاء مرة أخرى اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو أعذه من عذاب النار قال عوف بن مالك الصحابي الذي سمع الدعاء ونقله لما سمع الدعاء قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت يعني من حسن هذا الدعاء ولأن الداعي هو النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة تمنى عوف بن مالك أن يكون هو مكان الميت والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه ترجمة نانسي قنقر